بالنسبة ان هاد ديكور تخدم بواحد لبات اللي هي جديدة كان قدرون نشارجيو بيا حتن خمسة سنتيم وكان قدرون ديرو بها اي ديكور بغينا وخصوصا الديكورات اللي كتكون تخودي لشكل تحجرت وايضا اللي كتكون لشكل جيد ديال الشجرة كتبن كأنها طبيعية وحقيقية السلام عليكم كيف الاحوان تمنى تكونوا بخير وعلى خير الفيديو ديال اليوم هاد يكون عبارة عن جولة في فيلا بمدينة برشيد غدي نقربكم فيها من الجديد ديال ديكورات ديال السباغة مع الاتمينة بطبيعة الحال وايضا نصائح مهمة غدي تنفعكم في الاختيار ديال السباغة لمنزل ديالكم فيديو اكيد غدي يكون متميز غير تابعوه الى الاخير ولكن قبل ما نبدأ ما تنسوش تفضل تحسو تعملوا واحد اللايك وبالنسبة للخدمة ديال السباغة اللي غدي تشوفوا معايا هي بطبيعة الحال ديال مع المحجوب من مدينة داربيضة وتقريبا كي يخدم في جميع المدن المغربية ما شفتو معايا مع الدخل ديال مباشرة كينا هات الصالون هذا هات الصالون اللي تخدم كامل بالصباغة ديال مرزوغة بالنسبة للصباغة ديال مرزوغة كي ما كتعرفو كاملين را كتكون صحيحة عملية وكتجي اكتر من رائحة يعني يغسلوها بالمو الصابون ما تخافوش وبالنسبة للصباغة السيادي هي صباغة صابلي عنده عدة اسماء لحسب كل شريكة يعني كي ما كينا مرزوغة كينا ريمال كينا سيلفيا غير هو كي ما كنقول لكم دائما بالنسبة للصباغة هدي كتكون حرشة شوية يعني بالنسبة للمعلم اللي غدي يخدمها خصوية عرف يخدمها مزيان وخصوصا البلايس اللي غدي يكون فيهم الفراش بحل هات الصالون هادا يعني باش المعلم يخدمها رطبة ويقرازيها وما تبقاش حرشة لانا اذا تخدمت حرشة وفرشنا الصالون ديالنا هاداك المخادة غدي بقوي يلسقونا مع الحايد هنا كي ما كتشوفو معايا تبارك الله على سيم حجوب خدم هات السباغة ديال مرزوغة لشكل توب هانتو ما كي ما كي بالكم كي حاولي يقربنا منه باش تشوفو اللي خدم به هات السباغة هادي يعني كتطلع ممتازة يعني مباشرة ارى اكيد غدي تعجبكم بزاف وبالنسبة اللون اللي خدم به هات السباغة اللون الاصلي دياله يعني نوتر باش كتخرج به وهذا هو اللي كنفضلو انا يعني من الاحسن خصوصا اذا كنتوا عات خدموا بها مساحة كبيرة كي ما كتشوفو معايا يعني مني كتخدموها باللون النوتر ديالا كتعطي واحد الاضاءة وفيها واحد اللمعة اللي كتطلع رائعة ولي كي زيدي ميزة بزاف انها صحيحة يعني ما كيكونش عندكم اشكال اذا تقاسلكم بالطباية اولا هادي كتغسلوها الدوزو لها بالصابون وتغسلوها مكين حتى اشكال وبالنسبة هات السباغة ايضا كي ما غتشوفو معايا هنا في الفيلا كي خدمة سيم حجوب بيدة الدكورة يعني كي خدمة لشكل توب كي ما شوفو معايا في الصالون وهنا يفطلع ديال الدروش غادي تشوفو معايا خدمة انكليني وكي قدري خدماتها بالطريقة الصوفاج يعني لشكل دوائر بحالي كنخدمو بها خايل وده بغا دين دوزون التامال اللي كي خدم به سيم حجوب هات السباغة هادي بالنسبة التامال كيختلف على حسب الديكور يعني بالنسبة الديكور اللي كيكون على شكل توب كيكون زيت شوية على الديكور اللي كيكون انكليني او لصوفاج لانك ياخد اليد اكتر يعني المدة ديال الخدمة ديالو كتكون اكتر من الديكور الاخر المهم بالنسبة الديكور اللي كيكون على شكل توب كيخدمة 160 درهم المتر كاري دخلة فيها سلعة ودخلة فيها اليد العاملة يعني من الول من البرباراتيون الولى حتى النهاية. طبيعة الحال يعني اثناء البرباراتيون الولى سيم حجوب كيدير حتى البرودوي اللي كيكون ضد البرودة. وعاد كي يبريباري الحايت مزيان بالطريقة الخاصة دياله وعاد كيدير الدكور في النهاية. يعني الخدمة طريقة ديال الخدمة كتلعب دور كبير في هاد النوع الصبغة باش طلع لكم بالشكل وبالدكور وبالصح اللي بغيتو. اما بالنسبة الثامن ديال الصبغة ديال مرزوقة اللي كتكون سوفاج او لان كليني كي ما كتشوفوا معايا هنا في طلعة ديال الدروش كيخدمة 140 درهم اللي ماتر كاري تا هي داخلة فيها السلعة وداخلة فيها اليد العميلة. بالنسبة البرودوي اللي ضد الرطوبة اللي كيستعمل سيم حجوب قبل ما كيبدا في البرباراتيون ديال الحايت. ورا كنسباق اللي شاركتو معاكم وشارك تسمية دياله حتى لومبالاج دياله. بالنسبة البرودوي راح كيكون فقط مني كيكون عدنا اللي ميديتة في الجو يعني الرطوبة كان كنقرابين من المحر. اما اذا كان عدنا المشكل ديال التصرب ديال الماء من خارج المنزل او للمشكل ديال التصرب من الماء من القوادس شي رطوبة جينا من القوادس طرح هاد البرودوي هاده بطبع الحر ما يقدرش يعالج لك هاد المشكل. بالنسبة طلعة ديال الدروش كيما قدتكم مخدومة بسباغة مرزوقة انكليني الا واحد البانو ديكوراتيف واللي مخدم بسباغة ديال البنتون بالبوشوار هنا كيما كتشوفوا معايا وصلنا للطبق الاول احتى بالنسبة للكولوار كيما كيبالكم حتى وامخدومة الصباغة مرزوقة انكليني باللون النوتر دياله. دائما في الصباغة انا كنأكد عليكم انكم تديروا الالوان اللي هي فاتحة الوان اللي هي نوتر الوان اللي هي محايدة كتبقى دائما عجبكم وما كتطلع لكمش في الرأس. ايضا كتعطيكم المساحة اللي ما كان وخايكون عندك مثلا واحد اللي سباس اللي هو ضيق او اللي عندكولوار صغير كيبان متي السح. وايضا ك كيما كتشوفوا معايا هاد الحائط اللي يجا في القاع ديال الكولوار خدموا المعلم محجوب بوحد ديكور اللي هو جديد وايضا هاد ديكور هذا خدموا بوحد لابات اللي هي جديدة وصحيحة. وكتستحمل لها شارج يعني تقدار انك تشارجي حتن خمسة سنتيم ما كتشقش. وبالتالي بما ان هاد لابات هادي تقدر تشارجيها في الحائط بدون اي مشكل يعني تقدر تخدم فيها اي ديكور بغيتي. خصوصا الديكورات اللي كيبغيوا لابات تكون شارجية. بحل الدكورات ديال الجدع ديال الشجرة بحل اللي كتشوفوا معايا دابا. او للدكور اللي كيكون لشكل تحجر بحل اللي كتشوفوا معايا في هاد الصورة. يعني بالنسبة للاخوان اللي بغيين يديروا واحد البانو ديكور غات يفوص المنزل ديالهم بالسباقة تكون على شكل تحجرت احسن لابات اللي يقدروا يخدموا بها هي هادي اللي يخدم بها سيم حجوب غادي تعطيهم واحد لفي اللي هو اكتر من رائح. لان بزيف ديال الاخوان كيبغيوا يديروا الدكور ديال تحجرت في منزل ديالهم ول لكن ما كيبغيوش يخدموه بالحجر الطبيعي. لان مني كيخدموه بالسباقة. مني كدوز المود دا وكيطلع لهم في الراس وبغوي يبدلو كيبتلوه بسهولة بخلاف اذا كان مخدوم بالحجر الطبيعي. ودابا غادي تشوفوا معايا هاد الغرفة ديالنو. حتى هي مخدومة بالسباقة ديال مرزوقة. موالين تقدر تقريبا خدموا المنزل ديالهم كامل بالسباقة ديال مرزوقة. الا هادك اللي بانو ديكور مخالف. بالنسبة ان هاد الصباقة ديال مرزو في هادا. كيكون بمية واربعين درهم الميتر كاري. داخلة فيها سلعة وداخلة فيها اليد العميلة. هادي غرفة النوم واحدة اخرى. جاو واحدة بعض ديتهم. ثلاثة ديال الغرف ديالنو. مقدمو من الحمام جاو في كلور واحد كيما شفتم معايا. حتى هاد الغرفة هادي خدموهم والينتار بالسباقة ديال مرزوقة. انتم ما غادي تشوفوا معايا مني غادي نخرجوا من هاد الغرفة. كينا غاورفة واحدة اخرى مقابلة معاها كيما قلت لكم كينا ثلاثة الغرف هاد الكلور. وهاد البانو هادا ديكو غاتف اللي هدرت لكم معاه جا في القع ديال الكلور. يعني اعطاوا احد المنظر زوين هاد جيها هاد في كينا الغرفة الغرف ديال النوم. وحتى بالنسبة للغرفة الثالثة مخدومة بالصباغة ديال مرزوقة. يعني الغرف كاملين مخدومين بنفس النوع ديال الصباغة كاملين يعني مداروش فيهم البانو ديكو غاتف. يعني ما كان شي احسن من البساطة صراحة والوان مفتوحة ودك شي مشي سامبل يعني الانسان ما كيتلعلوش في الرأس ابدا بخلاف البانو ديكو غاتف الواحد اللي داروه داروه في الكلور. وحتى بالنسبة للأسقف ديال هاد الفيلة اذا لحتوا معايا كاملين يصبغوهم باللون الابيض كي ما كان وصيكم دائما وكن اكد عليكم. يعني ما تحاولوش ابدا تفكروا انكم تدخلوشي لون في السقف. خليوا السقف ديالكم في اللون الابيض كي اعطاكم الجمالية والاناقة وما كيطلع لكمش في الرص ابدا وكي اعطاكم الاضاء او كيبهج لكم الضار. وبنسبة الثمن ديال هاد السباغة ديكور اللي شفتوا معايا في هاد الحائط اه بمية وتمانين درهم المتر كاري. داخلة فيها السلعة وداخلة فيها اليد العاملة. وده بوصلنا النهاية ديال الفيديو. تمنى يكون عجبكم وستفتوا منو. ما تنسونيش من لايك من التعالق لجميلة ديالكم. ايضا بارتاجيوا هاد الفيديو بالاهل والاصدقاء في جميع مواقع التواصل الشمائي. شكرا لكم بزاف للايخاتيكم. وبسلام عليكم في فيديو اخر ان شاء الله بحول الله.